أعزائي الطلبة والطالبات أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهوى في علم الأحياء للصف الثالث السنوي في بداية الحلقة أعتذر عن وجود أستاذنا الكبير والأستاذ حسن محرم لظروف خارج عن إرادته إن شاء الله يكون متواجد معنا في المزيد من الحلقات القادمة حلقة النهاردة تعتبر حلقة استكمالية لما قد بدأنا في شرح الباب الذي يخص الجهاز المناعي تكلمنا عن الجهاز المناعي بشيء من التفصيل تناولنا المناعة في النبات وعرفنا إيه هي أليتها وخطوط الدفاع فيها هنبدأ نتكلم عن الجهاز المناعي في الإنسان أو بدأنا بالفعل الحلقة السابقة وقلنا إن فيه فارق بين الجهاز المناعي والجهاز اللي نفاوي طب إيه الفارق؟ مين فيهم الأشمل؟ الأشمل الأكبر هو الجهاز المناعي وعرفنا ليه؟ ممكن نتكلم عن الجلد، عن الدموع، عن السملاغ دي كلها تعتبر من ضمن أجهزة المناعي أو جهاز مناعي لكن هل يعتبر لنفاوي؟ لأ اللنفاوي لما بدأت تكلم عن أجز حاجة أصغر شوية أو لما تكلم عن الأعضاء والخلاء اللنفاوية وقراط الدم البيضاء وهكذا وتكلمنا عن الجهاز اللنفاوي في الإنسان وإحنا بنعتبر الجزئية دي من أمتع أبواب المنهج لأن فعلا هتعرف إن ربنا حماك بجهاز مناعي بياقيك من أي نوع من أنواع الميكروبات أو الأجسام الغريبة اللي ممكن توصل لجسمك ومش معنى إن إحنا في أيام برد شوية وكل سنة وأنتو طيبين طبعا مش معنى ده إن بيجيني شوية ألف الونزة مرة ولا مرتين في السنة ده معنى إن أنا جهاز المناعي مش بيعمل بالكفاء والإتقان اللي المفروض يكون عليه لا خالص بل بالعكس أنت كل يوم معرض للمزيد من الميكروبات ومن الفيروسات كل حاجة حوالينا المية الهوى الدسك اللي انت حاط إيدك عليه كل حاجة مليان بالكائنات اللي ممكن تسبب لك الأمراض لكن جهازك المناعي بيقف لها بالمرصاد بآلياته ده أنا عندي خطوط دفاع أنا بعتبر الجهاز المناعي ده وجهازك اللنفاوي جيشك الدفاعي الجيش ده فيه خطوط دفاع أولى فيه خطوط دفاع تانية فيه خطوط دفاع تالتة مافيش مشاكل لو تعبنا شوية لكن جهازك مناعي بيقيك من الكثير من الكائنات الممرضة اللي موجودة في حدود البيئة بتاعتك اتكلمنا عن مكونات الجهاز اللنفاوي في جسم الإنسان وقلنا أنا ممكن ألخصها في تلت نقط أنا عندي أعضاء لنفاوية وعندي كرة دم بيضاء ودي بيندرك تحتيها تلت أنواع وعندي مواد كيميائية وديها يندرك تحتيها نوعين طب إيه هي الأعضاء اللنفاوية؟ وليه قلنا عليها أعضاء لنفاوية؟ الأعضاء اللنفاوية هي مواطن الخلية أو الخلال اللنفاوي ما معنى موطن؟ موطن قد يكون مكان إنتاج أو نطج أو تمايز أو تخزين كل دي بطلق عليها أعضاء لنفاوية طبعا أهم عدو لنفاوي أبناه هو كان نخاع العزام ليه قلت عليه أهم وخلي بالك نخاع العزام الأحمر لأن نخاع العزام مسؤول عن إنتاج جميع أنواع خلايا الدم حمراء وبيضاء وصفائح دموية بكلمنا بعد كده عن الغدة تيموسية وعرفنا مكانها أنا بركز على الوظائف بس عشان أعمل ربط بين الكلام اللي هنقوله النهاردة الغدة تيموسية مسؤول عن نطج إذن مكان الإنتاج الوحيد مصنع إنتاجك الوحيد هو النخاع العزام بينما الغدة تيموسية نطج أصلا بتفرز هرمون التيموسين بيعمل إيه هرمون ده؟ يعمل على نطج الخلايا الجزعية لنفاوية جزعية إلى تائية لسه ما يزلنا على مواقع التواصل بنقول يعني إيه خلايا جزعية؟ الخلايا الجزعية هي الخلايا حديثة الإنشاء لسه منتجة لسه ناشئنها دلوقتي من النخاع هل يطارة هتنضج في مكانها؟ ولا هتروح تنضج في مكان تاني إذا نضجت في مكانها هسميها يئمة باقية يئمة إنكيه وهنجلها حالا طب لو راح تنضجت في الغدة التيموسية هسميها طبعا الخلايا اللينفاوية التائية نسبة إلى هرمون التيموسين ومش بس نضج ده كمان تمايز يعني هتخليها تنضج وتتخصص كمان إلى أنواحها وهنتكلم عنها بالتفاصيل النهاردة طب بعد كده قلنا اللوزتين وقلنا التحال التحال من الأعضاء اللينفاوية الهمة جدا ليه؟ أصل التحال فيه خلايا بلعمية وعرفنا دورها إيه؟ وهتكلم عنها النهاردة بأكثر تفصيلا وطبعا فيها بعض الخلايا اللينفاوية اتكلمنا عن بقع باير وعرفت مكانها ومكانها بالذات في الجزئية دي من جهازك الهضمي أو من اللفائفي عشان تحميك من خطر أي نوع من أنواع المايكروبات اللي ممكن تكون وصلت عن طريق طعامك وشرابك وختمنا به العقد اللينفاوية وقلنا العقدة اللينفاوية أماكنها إيه عرفناها وقلنا إنها مواطن تخزين تلاحظ كل اللي بتكلم عنه تخزين تخزين أصلي فيها خلايا باقية وفيها تاقية وفيها بلعمية وفيها بعض أنواع خلايا البيضاء وكان في آخر الحلقة رسمنا رسمة بسيطة ليه النهاردة بنكمل هنتكلم عن إيه؟ هدخل في كرات الدم البيضاء بقى ودي تلات أنواع تاني حاجة أو أول نوع وأهم الأنواع هو الخلايا اللينفاوية اسمها خلايا اللينفاوية طب حجمها قد إيه؟ أو بمعنى تاني نسبتها قد إيه؟ الخلايا اللينفاوية نسبتها تتراوح من 20% لـ 30% من خلايا الدم البيضاء خلي بالك أغلبنا أو أغلبكو ممكن يغفل المنطقة دي لا لو جاني سؤال وهنجيب شبهه حالا لما نبدأ نتكلم عن المنطقة دي بشيء من التفصيل خلي بالك أن اللينفاوية بتشكل من 20% لـ 30% من خرات الدم البيضاء تمام؟ وظفتها إيه؟ وظفتها أنها هتحارب أي ميكروب أي جسم غريب يدخل جسمك طبعا هي نتجة أكيد في نخاء العزام بعضها هينضج برضو في نخاء العزام والبعض هيروح ينضج في الغدة التيموسية مهمتها تبحث في الدم واللمف عن أي كائن ممرض ودائما بنشمل بالكلمة دي علشان ما قولش بكتيريا طب فيروس أي كائن ممرض عشان تحاول أنها توقفه تصبته أو تعمل عملية قتله أو موت له لأن الخلايا الممرضة دي أو الكائنات الممرضة دي لو دخلت جسمك ودخلت خلايا جسمك ووصلت للدم أو للخلية هتبدأ تبوز الخلية دي هتبدأ تخليها تفشل في أداء الوظيفة الحيوية هتبدأ تهتكها لا أنا عايزة الحق هلحقها إزاي؟ ممكن الحق هي جوة الدم لسه ممكن بعد ما تدخل للأنسجة وهنعرف الكلام ده بالتفاصيل المهم إنها مهمتها تدور في الدم واللنف بحثا عن أي كائنات ممرضة عشان تعمل على التخلص منها عشان تحمي الخلايا من انتشار الكائن الممرض الذي لو أصاب الخلايا هيسبب فشل في الخلايا دي وفشل فيه وظائفها الحيوية ثم تعالوا نشوف أنواحها إيه؟ الخلايا المفوية عندي ليها ثلاث أنواع في خلايا هنطلق عليها الخلايا الباقية وبرمز لها بالحرف بي في خلايا أخرى هسميها التائية في خلايا هقول عليها القاتلة الطابعية أو إن كي طيب الخلايا الباقية طبعا هعرف كل نوع من دولة نتج فين والإنتاج إحنا اتفقنا كله في مكان واحد وبعدين نشوفها يندق فين لكن التائية بيندرج تحتها ثلاث أنواع فيه تائية مساعدة وفيه تائية سامة أو قاتلة وفيه مصبتة أو كابحة والجميل في أنواع الخلايا التائية إن من اسمها بقدر أستنتج وظفتها وطبعا هنتكلم بالتفصيل عن الكلام دا طيب تعال نشوف الخلايا لين فهوية تفقنا نسبتها من 20% ل30% موجودة أو تكونت في نخاء العظام ملهاش كدرة مناعية طبعا في بداية تكوينها لأنها بتكون لسه ما نضجتش غير نضجة وغير متميزة هتنضج فين؟ هتروح تنضج وتتحول في الأعضاء اللينفوية إلى خلايا لها القدر أنها تكون بالاستجابة المناعية الخاصة بيها خلي في بالك الخلايا اللينفوية دي بيقال عنها أنها غير محببة وهفهم يعني إيه غير محببة لما نوصل للخلايا البيضاء أو قراط الدم البيضاء الأخرى مهمة لذا ما تفقنا هتدور في الدم واللمف بحسا عن الميكروبات وأي جسم غريب وتقضي عليه بقاليتها عندي أنواع في باقية وتقية بأنواعها السلاسة وفي القاتلة الطبيعية أو الان كي طيب تعال نشوف الباقية نتجت فين ونضجت فين؟ ونسبتها طبعا من نسبتها بقدر أعرف أهميتها الخلايا الباقية نسبتها من 10 ل 15 فنمين من الخلايا اللينفوية تكونت فين؟ مكان الانتاج الوحيد عندي انتفقنا مصنعنا الوحيد هو نخاء العظام طب نضجت فين؟ برضو نضجت فين وخاء العظام مكان ما تكونت في نفس المكان نضجت طب إيه شغلتها؟ إيه استجابتها المناعية؟ عايزة أبدأ أتعود على الكلمات دي إيه استجابتها المناعية؟ بمعنى هتستجيب إزاي؟ هتعمل إيه؟ آه هتتعرف على الكأن الممرض ده بكتيريا كانت أو فيروسات وتلتصق بيها وتدأ تنتج لها الجسم المضاد المناسب لها أصل كل خلية باقية نوع معين من الجسم المضاد بتنتجه أصل الخلايا الباقية بلغة التخصص الخلايا الباقية متخصصة والأجسال مضادة متخصصة ليه؟ أصل كل نوع من أنواع الخلايا الباقية بتتخصص عشان تنتج نوع معين من أنواع الأجسام المضادة وطبعا هنرجع للنقطة دية لما أوصل في آخر حلقتنا النهاردة للأجسام المضادة وبتتكون إزاي؟ يبقى مؤقتا كونت جسم مضاد عشان يدور في الدم واللمف بحثا عن الكائن الممرض ده اللي هو عنده معلومات عنه عشان طبعا يهتكو طيب فيه طالب كان سأل سؤال نفترض أن الجسم المضاد عنده معلومة عن ميكروب معين أو كائن ممرض معين وأثناء بحثه في الدم واللمف عن هذا الكائن يتواجه بكائن تاني هل هيقدر عليه؟ لا هو عامل زي المخبر اللي عنده صفات حرامي معين لسه معين وبيدور وراه عشان يمسك ده طب ده فيه واحد تاني بيسرق في الشقل اللي قدامنا ما ليش دعوة أنا أقدر أتعامل مع ده بس عشان كده أنا قلت أنها متخصصة لكل جسم مضاد طبعا هنرسمه وهعرف أنه عنده موقع ارتباط بالأنتجين مخصص عشان يرتبط بناه معين من الأنتجينات ما يقدرش يواجه أي حاجة وتعال نطبق عليه في حياتنا لو أنت عندك مثلا ألف الونزة وخدت نوع معين من أنواع الأجسام المضاد أو المضاد الحيوي هل لو جات لك نازلة معاوية بكترية تاخد نفس المضاد؟ هتقول لأ طبعا ما ينفعش طب ما هو يبقى الجسم المضاد إيه؟ متخصص لكل الجسم المضاد موقع يقدر يتعرف به على أنتجين معين لو قابل أنتجين تاني أو ميكروب تاني ما يقدرش يواجهه لأنه عنده معلومات على ده عشان كده أنا اعتبرته زي المخبر اللي بيدوره وره واحد معين مش بمزاجه هو غزبا عنه موقعه بيأهله للارتباط بهذا الأنتجين فقط ومش أي أنتجين تاني يبقى عرفت البقية شغلتها إيه؟ طيب تعال نروح للنوع التاني اللي هو التقي ليه سموها تقيية؟ وليه سموا البقية بقية؟ هل لأنها نتجت ونضجت في نخال عظام؟ لا هي مش علينا بس نبقى عارفينها أن البقية سموها بقية علشان هي أول ما تم اكتشافها تم اكتشافها في حاجة اسمها بورسة أوفشيكن كوناصة بتاعة الفراغ بورسة أوفشيكن فجابوا بورسة ليه به وقاموا مسمينها الخلايا البقية طب والتقيية سمتها ليه تقيية؟ أصل اللي هيقدي إلى نتجها هو هرمون تيموسين افتكر هذا الهرمون مناعي دوره في المناعة أكتر من دوره في أي حاجة تانية عشان كده تحط مع جهازي المناعي يبقى اتكونت نتجت من نخال عظام وهتبدأ تتحرك راحة على فين؟ راحة على الغدة التيموسية اسمها خلية جزعية ما أنا لسه ما خصصتهاش طيب فلنفترض أثناء ما هي راحة في مشوارها للغدة التيموسية قابلت مع كائن ممرض هل هتستطيع مواجهته؟ لا للأسر ليه؟ هتقوله استناني لما روح انضج وتميز وارجع عليك ما أنا لسه صغيرة لسه حدثت الإنشاء يبقى لو قابلت الخلايا الجزعية ديت وقلت عليها جزعية قابلت كائن ممرض ما تقدرش تواجهه لأنها لم تندج ولم تتمايز بعد طب كان فيه طالبة سأل السؤال طب لو جات لي الرسمة اللي احنا هنشوفها حالا وجاب لي خلية خارجة من نخاع العظام رحل التيموسية وقال لي دي مين؟ أقوله إيه؟ هقوله دي خلية جزعية هتتحول إلى تائية هتتحول هتندج هتتميز أصلاها لسه ما أنا ضجتش مش شو قدر أقول عليها تائية لكن عافة لما تدخل بقى خلاص التيموسية وخرجت من التيموسية أبدأ أقول عليها بقى ساعتها تائية يبقى فيه سارق أهو كانت جزعية رحت نضجت واتنيزت أصبحت خلية إيه؟ أصبحت تائية وليها نوع كمان هل هي تائية مساعدة؟ ولا تائية سامة وقتلة؟ ولا تائية مصبتة كابحة؟ يبقى مهم التفاصيل الصغرى دي تخلي بالك منها يبقى التائية نتجت فين؟ اتكونت فين؟ سنوخاء العظام نضجت فين؟ في التيموسية أنواحها من اسمها بعرف شغلتها التي اتش جاي من هيربر مساعدة أصلاها هي المسؤولة أنها تحفز الأنواع الأخرى من الخلايا التائية وكمان هتنشط الخلايا الباقي وفيه حاجة اسمها القاتلة السامة القاتلة أو السامة تي سي ليه سموها القاتلة سامة؟ أصلاها بتفرس سموم لنفوية هعرفها قدام شوية في المناعة المكتسبة وفي نفس الوقت هي تقدر تقتل الخلية المصابة فيه خلية تانية اسمها مصبتة أو كابحة أنا عارفة أن الفضول ممكن يكون واخدنا لكن هفهم كل حاجة في وقتها إيه هي التائية المصبتة أو الكابحة؟ هو هنسميها تي اسم طب ليه سموها مصبتة أو كابحة؟ جاية كلمة كابحة من الكباح أنا باعتبارها هي الفرامل بتاعة العربية أصل كل واحدة من التلاتة لها شغلانة لها دور معين تا إيه عرفت تي اتش بتعمل إيه؟ طب والسمة هتسم أي يعني هتفرز مادة سمية سموم لنفاوية أو ممكن تفرز مادة تانية تعمل علاقات للخلايا دي بس أنا خلايا الخلايا التي سي الخلال لنفاوية التي سي تستطيع التعرف على دي بقى شغلتها أهميتها تتعرف على الخلايا الغريبة الخلايا الغريبة بمعنى إيه؟ بمعنى الخلال مصابة بالفيروسات أدي واحدة بمعنى الخلال مصابة بالسرطانات خلي بالك السرطانات أدي اتنين بمعنى أن الأعضاء المزروعة كمان هتتعرف عليها وتبدأ تخلصنا منها إزاي هعرف في المناعة المكتسب؟ يبقى ده شغل PC طب و TS مصبتة أو كابحة دي دي الفرامل لو أنت ساقة عربية إيه اللي بيخليك تهدي أو بتهدي إزاي؟ طب بتجري إزاي؟ طب بتقف إزاي؟ الفرامل الكباح هي دي ال TS تعمل على تنظيم الاستجابة المناعية بتنظمها يعني إيه؟ يعني الميكروب كوي جديد لا ها بتحفز الخلايا عشان تقوم بالعمل بتنظمها لا ده الموضوع بسيط هدي شوية واجه بس شوية بنظم الاستجابة هاي الاستجابة هيكون شكلها إيه؟ طريقتها إيه؟ ومش بس كده ده الأهم وده اللي احنا مطالبين بيها أكتر إنها تعمل على تصبيت وكبح الاستجابة دي بمعنى خلاص كان فيه ميكروب وكائن ممرض والبقية شغالة والتيسي شغالة وفيه حرب في الجسم وقدرنا ننجح خلان اللينفوية بكفاءة وإثقان وقدرنا ننجح في مواجه هذا الميكروب أو هذا الكائن الممرض يجي دور التيس خلاص يا جماعة احنا ننجحنا كل يقف تبدأ توقف الخلايا الباقية عن إنتاج الأكسال مضادة ولو ما توقفتش تؤدي إلى قتلها ما عدا كلها تعينهم في العقد اللينفوية أو يروحوا يتخزنوا في العقد اللينفوية عشان لو جالك الميكروب مرة تاني كذلك برضو التيسي أقف عن العمل أصلا لو سابتها أكتر من كده ده ممكن يقدئ لأن يبدأ جسمك أو خلايا الجسم تتعرض للمشاكل نتيجة زيادة الجسم المضاد أو نتيجة العمل الأوفر أو العمل الزيادة للخلايا التيسي يبقى هنيجي في وقت معين وتقول خلاص ستوب من هنا سميناها الكابحة أقف عن العمل احنا قدرنا ننجح تمواجه هذا الكائن الممرض يبقى أنا كده فهمت تقريبا كل واحدة عملت إيه وقلنا من اسمها من رفزها بقدر أعرف عملها التي اتش الهيلبر التي سي السامة أو القاتلة والتي اس المصبطة ما تنساش فرامل العربية بتاعتك المصبطة أو الكابح طيب تعال نشوف صورة توضح للخلايا القاتلة السامة شكلها إيه هي دي الشكل الخلية الخلايا اللينفوية التائية القاتلة أو السامة طيب تعال برضو نشوف هنا رسمة مبسطة بتوضح لي نخاء العزام مكان الانتاج النخاء العزام الأحمر اللي هينتج لك الخلايا اللينفوية ها بتوضح لي إيه اللي بيحصل الخلايا دخلنا جوه في نسيج العزام عشان أشوف هي مسؤولة عن انتاج إيه وطبعا في عندي الغدة التيموسية هيخرج من نخاء العزام رايح للتيموسية علشان تتحول إلى تائية أو تندج وتبقى تائية بأنواحها السلاسة الـ TH والTC والTS ده عملية النضج والتمايز اللي بيتم طيب وخلاص عرفت نكابحة نظمت درجة الاستجابة وصبتت عمل باقي الخلايا برضو الصورة دي بتوضح لي إلى حد ما الاستجابة المنعية بتتم إزاي الخلايا لو راحت للغدة التيموسية ونضجت فيها عرفت إنها تائية لو فضلت معايا في المنمارو ده أو في نخاء العزام إذا هي باقية أو NK وفي الحالتين أنا رحت خزنت في العقدة اللمفاوية علشان زي ما اتفقنا هي بتعمل قمصافي هتصفي اللمف وتنقيه من أي نوع من أنواع المايكروبات أو الفيروسات اللي ممكن تواجه جسم الكائن الحي نيجي للنوع الثالث وهي القاتلة الطبعية طيب خلي بالك من نقطة النسب مهمة الخلايا الباقية 18-15% الخلايا التائية 80% إيه ده كتير؟ آه طبعا عشان كده قدر أفهم إن الخلايا التائية تعتبر هي أكثر أنواع الخلايا المفاوية أهمية ما من نسبتها ما قدر أستنتج أهميتها إيه أصلها بتساعد الأخوة الآخرين على عملهم بتحفزهم كمان في سما وقتلة في مصبتة وكابحة هي مهمة عشان كده بتشكل 80% من مجمل الخلايا اللينفاوية طب والإنك إيه؟ صغير من 5% لـ 10% بس نتجة فين؟ احنا خلاص متفقين كله نتج في نخاع العظام الأحمر يبقى نتجة في نخاع العظام الأحمر طب نضجت فين؟ في فرق بين الإنتاج والنطب برضو هتندج في نخاع العظام الأحمر طب هي مهمة ليه؟ إلى حد ما شبيها بالخلايا التي سي عدى نقطة واحدة يعني هي بتتعرف على الخلايا الغريبة مثل الخلايا المصابة بالفيروسات مثل الخلايا السرطانية طب بتعمل إيه؟ إيه استجابتها المناعية؟ كلمة استجابة المناعية معناها إيه؟ لما تقابل الكاء الممرض هتواجهه إزاي؟ آه ده هتفرز له نوع من أنواع الإنزينات أو البروتينات من بعيد لبعيد زي ما تكون مسكرة شاشمية من بعيد لبعيد ترمي الإنزيم ده عليه فتبدأ تخلصنا من هذه الخلية المصابة هل ليها علاقة بالأعضاء المزروعة؟ لا يبقى فرق الاختلاف بينها وبين الـNK وبين الـTC حكتين مكان النطج والعمل بتاحها الـTC أكثر تخصص أو عملها أشمل شوية قدرت كمان تواجه الأعضاء المزروعة لكن الـNK لا الخلايا الغريبة خلايا فيروسية مصاب الفيروسات أقصد خلايا سرطانية طب في طالب يقول أعرف منين إن دي خلايا المصابة الخلايا المصابة بتعبر عن نفسها إزاي؟ فيه أنتجينات فيه مواد بروتينية من الميكروب ده هتبدأ تطلحها على سطحها طالن عن نفسها يا جماعة أنا خلايا مصابة الحقوني عشان تبدأ الخلايا اللينفوية تبدأ تستجيب الاستجابة المناسبة ليها يبقى ده بالنسبة للـNK طب تعال نشوف كده الصورة للـNK الـNK اللي هو الأصفر ده وده الجسم الغريب أو الخلايا الغريبة اللي هي بتواجهها يبقى تواجهها إزاي؟ هتقرب منها وتفرز إنزيمتها عليها وهنشوف فيديو يوضح للكوزئية دي بصي معايا الـNK بيدور في الدم واللمف بحثا عن الجسم الغريب هي دي الـNK طبعا القراط الحمراء دي اللي هي خلايا الدم الحمراء شو بقى لما تقابل أي بقى ميكروب أي حاجة غريبة هتعمل إيه؟ ده خلية مصابة بص بقى الفيروس اللي جاي يقف على سطحها ده في فيروس جاي ويف على سطحها ركز قوي على الفيروس رأسه هيبدأ يختارك المادة الوراسية بتاعته هتخرج من اللي هو اللي نوارد بالأخضر شايفينها خرجت ودخلت جوه الخلية المصابة نوع من أنواع الاستعمار هتدى تستعمرها بقى وتقصر الـNK بتاحها بص سطح الخلية حصل في إيه؟ في حاجة أورانج شلعت فوق على السطحة هوا عايزة تقول أنا مصابة يبقى أنا كده عارفت الخلية المصابة عبرت عن نفسها قادي الخلية المصابة هوا بص الـNK عمل إيه؟ في مادة خرجت منه أهو يفرز مادة عليه وهيسيبها ويجريه علشان هي هتتفجر بعد كده اختلفت شكلها اختلف سامها وجيرة خلاص كأنها بتتشحم كأنه بيحرقها بيحللها ما الـNZMات دي مواد بروتينية محللة خلاص انتهت الخلية دي دي الخلية المصابة هيواجه خلية تانية أهو بص هيحصل إيه؟ هتنتج انزيماتها عليها أهي بدأت تفرز انزيماتها عليها من بعيد لبعيد ما بتبتلعهاش خلي بالك من النقطة دي بص الخلية بدأ شكلها يختلف خلاص ثابتها ومشت وهتبدأ ايه؟ كأنها اتحرقت هتتحلل وتتلاشى الخلية دي وهكذا بتبدأ تبحث عن الجسم الغريب وتبدأ ايه؟ تواجه طيب انتقلنا بقى من الجزئية تانية يبقى احنا خلصنا الأعضاء اللينفوية والخلال اللينفوية تذكر هي غير محببة لاني هنقل على نقطة تانية خلايا تضم البيضاء الأخرى ودي محببة هو قال عليها أخرى ليه؟ عاوزه قولك ان القبل واللي بعد كله خلايا دمه بيضاء الخلايا الانفوية خليه تضم بيضاء الخلايا البيضاء الأخرى ماها بيضاء طيب والبلعمية برضو بيضاء ولكن الخلايا البيضاء الأخرى اللي هنتكلم عنها حالا والبلعمية دول عندهم محببة أو دول عندهم انزيمات ليسوسومية يعني ايه؟ يعني يوجد داخل هذه الخلايا عضيات اسمها اللايسوسوم ممكن تكون درستها في الصف الاول السنوي اللايسوسوم يحتوي على انزيمات هادمة شغلتك ايه؟ شغلتي ان الخلية دي عندها قدرة على بلعمة الكائن الممرض وخلي بالك فيه فرق بين بلعمة أو القدرة على البلعمة وفيه فرق بين الخلية البلعمية وهقولها حالا طيب بتقدر تبتلع الميكروب ليه؟ اصلها هتحتوي على حبيبات اللايسوسوم التي تحتوي على انزيمات هادمة عشان تعمل على هادم وتحليل جميع انواع الميكروبات هتبتلع الميكروب ده وتبدأ ايه؟ تعمله هادم طيب تعالا نفهمها الاوعدين يا شوفنا عن ايه بلعمة وعن ايه خلية بلعمية؟ عندي ليها تلات انواع ونوعها هخليه رابع لوحده كده بمعنى هو المفروض اربع انواع عندي خلايا قاعدية وحامدية ومتعدلة وخلايا وحيدة النواة اربع انواع من خلايا تضم البيضاء الاخرى المحببة طيب ايه الفارق بينهم هميزهم ازاي؟ مجهريا طبعا بميزها من حيث حجم الخلية بميزها من حيث شكل النواة اللي جوه الخلية دي بميزها من حيث لون الحبابات الظاهرة وبداخلها اصلاح فيها حبابات والتفان الحبابات دي هي ايه؟ اللايسوسوم اللي فيه انزيمات هادمة كماه بتعمل ايه؟ تقدر انها تعمل بلعمة للكائن الممرض ده وتهدمه عشان كده هي تقدر تكافح العدوى البكتيرية والالتهابات البكتيرية اسهل شوية في مواجهتها من الفيروسات فيكفيني البيضاء الاخرى الحبابات دي هتفتت خلايا الكائن الممرض ده وطبعا هتبقى في الدم فترة قصيرة من ساعات لعدة ايام طيب عايزة افهم كذا نقطة احنا قلنا بقدر اعرفها من شكل نواة ليه سموها قاعدية حمضية متعدلة؟ ليه؟ على حسب نوع الصبغة اللي تستجيب لها هذه الخلية يعني فيه نوع منهم بيستجيب للصبغة القاعدية هياخد لون مع الصبغة القاعدية فسمناها قاعدية ودي تتميز ان نواتها عاملة زي الكليا شوية شبه الكلة طيب والحامضية اكيد هتستجيب للصبغة الحامضية طيب شكلها ايه؟ عاملة زي ما تكون نواتين منفصلين عن بعض مسما مسكين بيه حاجة خط فاصل بينهم كده او بيصل بينهم هي نواة واحدة بس النواة دي عاملة زي ايه؟ عارف انت شكل الهندي فري كده نواتين وفيه بينهم خط فاصل بينهم طيب وما للمتعدلة دي ايه؟ بيسموها ساعات متعدلة طبعا هي تستجيب للصبغة المتعدلة لحمضية ولا قاعدية بس هي شكلها عاملة زي ما تكون النواة بتاعتها متفصصة عشان كده ساعات يطلقوا عليها عدد الانوان طيب وحيدة النواة لا ده دي كبيرة بتاعته دي خليها على جنب كبيرة اوي في الحجم نواتها كبيرة دي تقدر تتحول الى بلعمية عند الحاجة اصلاها بتدمر اجسام الغريبة وبتتحول الى بلعمية يعني عندها قدرة على البلعمة وفي نفس الوقت تتحول لبلعمية طيب ما كده انا عايز افهم بقى ايه بلعمة وايه بلعمية طيب البلعمة ان الخلاة دي قاعدية حمضية متعدلة هتبتلع الميكروب وعن طريق انزيمات الليسوسوم هتبدأ تفرزها عليه وتبدأ انها تهتكو تنهي بس عندها مشكلة ايه؟ ما عنداش وسيلة انها تقدر انها تتخلص من المواد الصمية دي اصلا بعد ما قترت الكأن الممرض ده في حاجات تخلفت من هذه العملية من القتل ومن تحليل ده وممكن يكون في مواد سمة وترجع تقابل الميكروب تاني وتتلعه تاني وتعيد الموضوع تاني وتالت ورابع تبدأ تتراقم المواد السمة دي والخلايا المتهتجة دي فيها طب تعمل ايه؟ حاجة من الاتنين لو هي عندها القدرة وده كله منها انها تعيني الكلام ده تخزنه في خلايا حواصلية وتتخلص منها تقدر تعيش اطول شوائي لكن غالبيتها بتموت بعد شوية ساعات ليه؟ لانها ما بتدرش انها تتغلب على المواد السمية دي فده بيسبب موتها وقد يحدث لها انتحار يعني لما تتراقم او المواد السمية في خلاياها ثم فجرة اللايسوسومات محررة الانزيمات الهادمة زي ما تكون بتنتحر عشان تتخلص من حياتها وبيتكون غيرها تاني ما هنخال عزام ربنا يخليهن على طول في حالة ايه؟ تكوين لخلايا جديد يبقى انا فهمت يا ليه قعدت من ساعات لأيام نتيجة تراقم المواد الاخراجي دي وفهمت ما يستهد زي من حيس الشكل وعرفت الحبابات اللي فيها دي ايه؟ ايه بقى وحيت النواة؟ طبعا تقدر تبتلع لكنها اكثر اهمية من البارداء الاخرى اكثر اهمية من اخوتها ليه؟ اصلا تقدر تقبل عمية اصلا تقدر تشتغل بكفاءة اعلى باتقان اكتر طب ليه؟ هتتحول لبلعمية؟ وايه الفرق من البلعمة والبلعمية؟ لا في فرق البلعمية تستطيع انها تكون بوظيفة تانية اهم ايه هي؟ تقدر بعد ما تاخد الكأن الممرض ده وتبتلعه تفصل عنه حاجة هنقول عليها انت جين بعد دقايق تاخد عنه معلومات وتروح تقدم بها تقرير للخلال المختص شفت انا قلتها ازاي؟ هل الحمضية القاعدية المتعدلة تقدر تعمل ده؟ لا هي اخيرها تبتلعه بس وهتموت بعد شوية لكن البلعمية وحيط النواة لما تتحول لبلعمية بقت عملها اهم شوية اكثر كفاءة اكثر اتقان اتضافت عليها وظيفة اهم وهي انها عند ابتلع الكأن الممرض ده هتفصل عنه انتجيناته او لغاية ما نوصل لها هتاخد عنه تقرير تروح تقدمه للخلال المختصة عشان الخلال المختصة دي تبدأ تستجيب باسلوب مناع معين طبعا ايه الخلال المختصة؟ هتسبق شوية في الحتة دي بس عشان تفهمها هتروح تقول للتي اتش هتدي المعلومة دي للتي اتش ما هي التي اتش؟ الخلالة التائية المساعدة هي الهربر هي اللي هتقدر تساعد اخواتها التي اتش هي عارفة بقى يا ترى الباقية هي اللي مسكت قبل كده الميكروب وهروح هنشطها عشان تكون لي جسمه مضاد وتنقسم ولا هروح هنشط خلالة تي سي خلالة تاقية اخرى هنعرف الكلام ده قدام لكن هي دي المعني بكلمة الخلال المختصة قدمت عنه تقرير اذا هي مهمة وبيجي اهمية البلعمية كمان وهنتكلم عنها بعد دقايق انها بتبتدي الاستجابة وبتنهي الاستجابة تكري الحبارة دي هرجع لها بعد شوية يبقى انا كده فهمت ايه الفرق بين البلعمة وبين انها تتحول لبلعمية او بين البلعمية طيب تعال نشوف شوية الصور هتوضح لي اشكال الخلال طبعا الخلالة اللي انا بشعر لها بالموز دي دي اللي هي متعدلة او متعدلة الانوية عملة زي ما تكون مفصصة وديت الحمضية نواتين وفاصل بينهم حاجة زي الخيط ودي القاعدية اللي عملة زي الكيولا دي وطبعا دي لها اهمية جدا في استجابة الالتهاب وطبعا دي وحيدة النواة ودي الخلايا اللينفوية دي الوحيدة ودي الخلايا اللينفوية برضو صورة تانية بتوضحها لي يمكن اكثر دي الخلايا اللينفوية وديت الخلايا البلعمية وعندي دي طبعا وحيدة النواة ونفس الكلام والمتعدلة ويه القاعدية برضو نفس الاشكال بنحاول نجبه لك بكذا شكل دعنا كمان هنا حددنا التي سيلف او الخلايا التائية والخلايا الباقية والنتولار كيلر او الخلايا القاتلة الطبيعية وطبعا دي الخلايا البلعمية وكمان وحيدة النواة والحامضية والقاعدية والمتعدلة يبقى كده خدنا فكرة عن كل الخلايا التخصصية اللي عندي خلي بالك الخلايا او البيضاء الاخرى غير متخصصة ودي حتة مهم الباقية والتائية متخصصين لكن البيضاء الاخرى غير متخصصة اي مكتيريا اي استجابية او استجابة التهابية تقدر تواجهها او اي بكتيريا غير متخصصة لكن لما قولك باقية لا دي متخصص تائية لا لكن البيضاء الأخرى غير متخصص هنيجي لرابع نقطة في تركيب جهازنا اللينفاو وهي الخلال بلعمية الكبيرة ولا بلعمية الكبيرة يوجد لها نعيم في بلعمية كبيرة ستة وفي بلعمية كبيرة دوارة أو جوالة في ستة وفي جوالة أو دوارة طيب تعال نفهم ايه موضوع الخلية البلعمية الكبيرة السبتة دي السبتة دي بتتواجد في معظم أنسجة الجسم بسميها بأسماء مختلفة على حسب نوع النسيج اصلا تقدر تلتهم الأجسام الغريبة القريبة منها اللي في محطها وتبدأ انها تبتلعها وتهدمها عن طريق انزيمات اللايسوسوم اكيد عندها طبعا اللايسوسومات طيب ايه معنى انها توجد في معظم أنسجة الجسم ما المعنى بكلمة أنسجة الجسم انت خدت قبل كده في منهج الصف الاول السنوي ان انت عندك أنسجة في جسم الخلال الحيواني زيه عندي نسيج طلاقي عندي نسيج دام عندي نسيج عضلي عندي نسيج عصبي مش دي الأنواع اللي انت درستها قبل كده في خلايا بلعمية سبتة توجد في النسيج الطلاقي هسميها ايه هقول عليها بلعمية سبتة طلاقية بلعمية سبتة ضمة بلعمية سبتة عضلية يبقى انا فهمت ايه ان انا هغير اسمها على اسم نوع النسج الموجودة فيه هي موجودة فيه انسجة الجسم عندي طلاقي ضم عضلي عصبي هسميها باسم النسج الموجودة فيه ادي اول نقطة شغلتك عندها انزيمات اللايسوسوم تقدر تبتلع الكأن الممرض وتفرض انزيماتها عليه وتحلله وتخلصنا منه هل عندها القدرة انها تاخد عنه تقرير تديه لخلال مختصة لا ما ينفعش دي سبتة دي مشلولة قعدة في مكانها او بمعنى تاني انا بعتبر ان ده كأنه كمين ثابت الكمين ده راكن في المكان ده وجوده في الشارع ده او في المكان ده ثابت لو جي اي كأن ممرض حواليه يقضي عليه لكنه غير متحرك علشان كده ما عندهش القدرة انها تاخد تقرير عن الكأن الممرض وتتجيل الخلال مختص ومن هنا هي بتبتلع بس اللي اكثر اهمية منها طبعا الخلايا البلعمية الجوالة او الدوارة دي شكل الخلية البلعمية طيب برضو ده شكل الخلية البلعمية الكبيرة برضو اشكال ليها بس دخلنا في تفاصيل ليها عشان اوري لك شكل اللايسوسومات اللي فيها وبص المكان اللي تحت ده بتحاول انها تبتلع تبتلع الجسم الغريب طيب هتعملي ايه اه انا جوالة ودوارة بجانب ان انا قدر التهم الجسم الغريب اكيد وتكلمنا قبل كده وعرفت انها موجودة في الطحال وموجودة تسبح في الدم واللمف عشان لو قبلت اي ميكروب او اي جسم غريب تعرف تبتلعه وياريت ميكروب وجسم غريب بس ده ممكن كمان خلايا هارمة او مسنة وقلناها في الطحال وتفصلها الى عناصرها الاولية عشان ممكن اعمل اعادة تدوير ما تنساش ان الطحال مقبرة خلايا الدم الحمراء بجانب كده تقدر تجمع معلومات تعمل تقرير عن الميكروبات والجسم الغريب وتروح توديها للخلايا المناعية المختصة اللي موجودة في العقل اللينفوية وانا فهمت ان دي ممكن تكون الخلايا التي اتش مش ممكن هي فعلا الخلايا التي اتش يعني نقدر نقول هي بتجهز الخلايا المناعية المتخصصة دي بتجهزها لوسائلها المناعية والدفاعية للميكروب يعني ممكن تكون بتساعدني في الباقية برضو بتكون الاكسام مضادة بتساعدني وتخصص نوع الخلايا القاتلة اللي هيبدأ تستجيب لهذا الكئن الممرض ممكن اعتبر البلعمية دي همزة الوصل بين المناعة الطبيعية وبين المناعة المكتسبة وهي موجودة عندي في المناعة الطبيعية في الاستجابة بالالتهاب وموجودة عندي في المكتسبة يبقى هي نشطت قدم التقرير للخلايا اللينفوية المختصة وحفزت بعض انواع الخلايا عشان تكون بالاستجابة المناعية بتاعتها ما حفزت الباقية يعني دورها بالغ الاهمية الخلايا دي والغريب انها بتبدأ الاستجابة وتنهي الاستجابة يعني حفزت ونشطت وقدمت تقارير وبعد ما تتم الاستجابة البناعية وبعد ما يتم القضاء على هذا الكائن الممرض الغريب لو في بقى بقايا قصار اللي احنا بنقول عليهم ايه بقى اللي هما الجوسس بقى بواقل جرحة دولت هي تيجي تبتلع بعد كده ولما جي في الأكساء المضادة تفهم هي قد ايه دورها عظيم جدا وانا باعتبرها من أهم أنواع خلايا ضم البيضاء لا تقل أهمية عن الخلايا التائية خلي بالك التائية هنعرف قدام لا تعمل إلا بعد تنشيط من الخلايا البلعمية يعني التائتش لا تستطيع التعرف على أنتجينات الميكروبات إلا بعد معالجتها من قبل الخلايا البلعمية والمعالجة هنا مقصود بيها إنها هتبتلع الميكروب هتاخد جواها تفصل عنه أنتجيناته اللي هو الجسم اللي بنقول عليه حبيبات بروتينية على سطح الجسم الغريب وهاجلها بعد دقايق وتقوم عرضها على سطحها عن طريق بروتين بتكونه هي اسمه MHC أو بروتين التوافق النسيجي بعد معاملتها المعالجة دي تبدأ التائتش تيجي تشتغل يبقى التائتش لا تستطيع العمل إلا بعد البلعمية ما تعالج لها الميكروب ده يعني لو افترضنا ما فيش بلعمية جوالة في جسم الكائنات الحية استجابتك المناعية كلها انتهت لأن ولا التائية هتشتغل ولا الباقية هتشتغل ولا أي نوع من أنواع الخلايا هيعمل جينا للنقطة الخمسة وهي المواد الكيميائية المساعدة مواد كيميائية بتساعدنا في الاستجابة المناعية وهي عندي حاجة اسمها الكيموكاينات عندي الانترليوكاينات عندي المتممات والمكملات وعندي الانترفيرونات مواد كيميائية مساعدة هتساعدنا في الاستجابة المناعية تعالى ناخد أول حاجة أنا عايزة أفهم وبرضو أنا مطالبة أن أحفظ الأسماء طب ما نحفظها الطريقة جميلة كده أول حاجة اسمها إيه؟ الكيموكاينات الكيمو أنا عايزة أحفظها الكيموكاينات الكيمو ده المفروض أنها مواد كيميائية تعمل عوامل جذب البلعمية وأوعى تنسى تقول الدوارة لأن السادة لا تتحرك بأعداد غسيرة نحو موقع الإصابة أو نحو موقع تواجد هذا الميكروب أو الجسم الغريب لاحظت أنها جرت مين؟ جذبت مين؟ البلعمية الجوال ما هي دي؟ هي دي اللي تبدأ تساعدني وتعالجي الميكروب علشان أنا بعد كده أقوم باستجابات المناعية يا خلايا الانفاوية يبقى لازم البلعمية اللي تبتدي وزي ما هي برضو اللي بعتبرها المكنسة اللي هتنهي يبقى الكيموكاينات عوامل جذب للخلايا البلعمية الجوالة أو الدوارة بأعدادها الغفيرة نحو مكان تواجد هذا الميكروب أو الجسم الغريب طيب عند الانتر ما نحاول نحفظها بالانترنت وسائل الاتصال على مستوى العالم دلوقتي الانتر ليوكاينات سهلة كده الانتر ليوكاينات اتصال انتر اهو اتصال اداة اتصال وربط تربط مين تتصل بمين بكله البلعمية هتروح تنشط تاقية ازاي التاقية هتروح تنشط غيرها ازاي باقية او تاقية عن طريق الانتر ليوكاينات دي مجموعة من المواد الكيميائية اداة اتصال وربط بين خلايا الجهاز المناعي المختلفة وبعضها يعني الارتباط اللي بين البلعمية وبين التاقية بين التاقية وبين الباقية التاقية والتاقية الاخرى بينها وبين الانكيه وهكذا وكمان هتعمل ارتباط برضو واتصال بين خلايا الجهاز المناعي وخلايا الجسم الاخرى كمان مش بس كده يعني بتساعدنا او بتساعد جهازك المناعي في اداء الوظيفة الدفاعية بتاعته يبقى هافتكر الكيميوكاينات جذب البلعمية الجوالة الدوارة الانتر ليوكاينات انا بقسمها عشان اخليك تحفظها باسلوبنا ده اداء الاتصال او الربط جينا للمادة المتممة اسمها سلسلة المتممات او المكملات اصلها هتتمم العمل اصلها هتكمل العمل جميعها بروتينات انزيمية او انزيمات بروتينية مجموعة طبعا متنوعة هتدمر الميكروب اللي موجود في الدم بس امت بعد الجسم المضاد ما يرتبط بيه تبدأ هي تفرز انزيماتها تحلله عشان تيجي البلعمية تلتهمه مش فاهمة العبارة طب تعالى نفهمها بطريقة ابسط شوي اتفقنا الجسم المضاد عنده تقرير عنده معلومات عن ميكروب معين بيجري في الدم مؤلم في بحسا عنه قابله الجسم المضاد اخره انه يلتسك بيه الجسم ده بالجسم الغريب ده الجسم الغريب هيكون فيه على سطحه بروتين اسمه الانتيجين او مولدات الضد والمستضادات هجيلها بعد دقايق وبعدين بعد ما تعرف الجسم المضاد على هذا الانتيجين ارتبط بيه بما يشبه الكفل والمفتاح وبس يا جماعة انا مسكته حد يجي بقى يقضي عليه انا معرفش اضرابه انا معرفش اقتله حد يجي يقضي عليه مين هيجي المتممات تتمم العمل من هنا سموها متممات مكملات ياريت على كده وبس ده في شكل الجسم المضاد لو سمح لنا الوقت ان احنا نرسمه في تركيب الجسم المضاد هتلاقي فيه مكانين كده هنقول عليها موقع ارتباط بالمتمم قطين كده بيأجرهم المتمم من الجسم المضاد عشان لما الجسم المضاد يلتصك بأنتجين المكروب يجي المتاب يدخل في قطه ده في المكانين دول ويبدأ يفرز ايه شاني بقى قراج يبدأ يفرز الانزيمات بتاعته يقوم يحلل الجسم بتاع المكروب وبعدين ها حد يجي يكمل بقى حد يجي يكنس مين المكنسة الخلال ايه البلعمية شفت مادة التكامل فهمنا ليه احنا قلنا ان الجهاز اللي نفاوي اه هو متناسر الاجزاء ولكنه بيعمل معا كوحدة وظيفية واحدة كله اشتغله البلعمية كانت بلعت المكروب خدت الانتجين بتاعه عرضتها على السطح مع الامة اتش سي جات اتش اتعرفت امت رحل ندها للباقية مثلا يا باقية اللي مسكة دلوقتي المكروب ده انقسم يكوني الجسم المضاد فانقسم وعرف هم ليه قدام وقامت بكوني الجسم المضاد اجري جسم المضاد في الدم ولين فبحثا عن هذا الانتجين لقيته انا مسكته تعالوا بقى حد يموته يجي المتمم شوف الاختصال تيجي المتممات تقوم فرزة انزيماتها عليه امت مهدتكا ها حد يجي ينظف تيجي البلعمية تنظف مكان الكلام ده تقدر البلعمية الناتل تهمه كده العبارة اصبحت مفهومة يبقى المتممات عملت ايه المتممات والمكملات تعمل على بعد ارتباط الجسم المضاد بانتجينات الميكروبات هتبدأ هي تفرز انزيماتها عليه فتحلله تحلل اغشيته ليصبح سهل على البلعمية التهامه وتخلصنا وقدرنا كلنا ايد واحدة وقدرنا ان احنا ايه نواجه هذا الجسم الممرض قد ايه الاتصال جميل قد ايه ما ينفعش حد يشتغل لوحده كلنا مع بعض كلنا ايد واحدة نقدر نواجه هذا الجسم الغريب طيب تعالى نشوف اخر حاجة في المواد الكيميائية المساعدة وهي الانترفيرونات العبارة بتقول ايه في الانترفيرونات هي طبعا عدة انواع من البروتينات مش متخصصة خلي بقى لك برضو غير متخصصة لمواجهة ميكروب معين او فيروس معين ميه اللي بنتجه اللي بتنتجها الخلايا المصابة بالفيروسات هيحصل ايه هترتبط الخلايا الحية او هتنتج الانترفيرون على فكرة تم اكتشاف من 20 ل21 نوع من الانترفيرونات لغاية دلوقتي هترتبط بالخلايا الحية السليمة المجورة للخلية المصابة وتحفزها او تحسها على انتاج انزيم يعاكس انزيم النسخ للحمد النووي بتاع الفيروس وبالتالي ممنعه من انه يتقاصر وينتشر في الجسم هتقول لي مانيش فاهم اي حاجة تعالي نفهمها مع بعض بالراحة الفيروس لما بيدخل جسمك بيحصل ايه الفيروسات دي انواع فيه فيروس ممكن يكون المادة الوراسية بتاعته DNA وفيه فيروس مادة الوراسية RNA لو كان DNA يلتصك بغشاء بتاع الخلية بتاعك وينفذ ال DNA بتاعه جوه خليتك ويبدأ يسخر ال DNA بتاعك لتكوين DNA جديد له وبعدين عمال ال DNA بيزيد 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 والخلية المصابة عمالة بتزداد في الحجم دي يجي مرحلة معينة تقوم منفجر الخلية دي محررة الفيروسات الجديدة عشان تواجه او تدق تصيب الخلية المجاورة وهكذا طب لو كان الفيروس ده RNA عادي هيلتصك بغشاء خليتك وينفذ ال RNA بتاعته مادة الوراسية بس ما ينفعش يتقاصر جواك ينتشر جواك وانت دي RNA وهو RNA لازم يبقى شبهك لان لو هو فضل RNA هعرف هحلله طب والحل يحول نفسه افهم العبارة يحول نفسه ينسخ لنفسه DNA من ال RNA يعني هو عنده انزيم اسمه النسخ العكسي يغير نفسه من ال RNA الى DNA عشان يبقى شبه ال DNA بتاعك ويبدأ يقصر بقى في ال DNA بتاعك ويكون لنفسه DNA جديد او يكون جديد وهكذا وتنفجر ويصيب الخلية المجاورة وهكذا طيب ايه علاقة اللي بنقوله ده بالانترفيرون تعال نفع الخليدي مصابة تقوم فرزة مادة الانترفيرون مفروض المادرية كل اجسامنا بتفرزها المادة دي عندي وعندك المادرية لو قلت عن الحد بيكون جسمك اكثر عرضة بالامراض الفيروسية وخاصة السرطانية بعد الشر الناس اللي بيجي لها امراض القانسر دي او السرطانات دي بيجي لها ليه اكيد عندها نقص في انتاج الانترفيرونات عشان كده المرض بيعرف ينتشر في خلاياها وانا عارفة ان السرطانات اكيد نسنع عنه بينتشر في الخلايا بكم كبير جدا جدا اكيد هي عندها نقص في انتاج هذا الانترفيرون قد يكون نقص في الجين المسؤول عن انتاجه قد يكون ايا كان السبب المهم ان كلنا مفيش حد فينا ما تعرضش للقانسر حتى لو انت بعد الشهر ما جالكش بس انت انت تعرضتله انت لما تعرضتله جسمك جون انترفيرون وبالتالي ما قدرش ينتشر جواك فقضيت عليه وبسرعة طيب تعالي نفهم القصة اللي احنا بنقول يعني معنا كده الناس اللي عندها الانترفيرون عندها ممكن يكون ما بينتجش بتكمل المفروض تمام تعالي نشوف ايه اللي حصل هنا الخلايا دي خلايا مصابة انا خلايا مصابة عايز احمي الخلايا السليمة لجنبي لان انا عارف ان هو بعد ما هيقضي علي وده اكيد هيبدأ يواجه الخلايا او ينتشر في خلايا جنبي تقوم الخلايا المصابة نفسها بصي بقى مادة تضحية عايز اتحمي اللي حواليه تنتج انترفيرون هيروح للخلايا السليمة المجورة للخلايا المصابة دي لما الانترفيرونات دي راحت للخلايا السليمة المجورة اعرفت انا كخلية سليمة او اللي جارتي الخلايا السليمة عرفت ان انا مصابة وانا بنبهها إشارة حمراء خلي بالك هيخلص علي وهاجيلك بدأت الخلية السليمة تكون إنزيم يعاكس إنزيم النسخ العكسي الفيروس قضى علي وانتشر المادة والرسيع منه وبدأت تروح للخلية المجورة دخل في الخلية الجديدة المجورة يجي ينسخ نفسه من R-N إلى D-N ثم الخلية عكسية عشان كده أنا قلت إيه إنزيم النسخ العكسي ثم عكسية مش عارف يحول نفسه من R-N إلى D-N فبالتالي أنا حيت الفيروس أو بمعنى آخر أنا ما خلتوش قدر ينتشر في الخلية السليمة ما معرفش يغير نفسه بواية إلى D-N فبالتالي معرفش يتناسل معرفش يتقاصر يبقى أنا حديت الانتشار خلي بالك المعلومة المهمة أغلبنا ممكن يكون بيجالها الانترفيرون لا يواجه المرض يعني ما قدرش يهاجم الخلية المصاب أنا خلية المصابة ما قدرتش أعمل حاجة لكنه حمل خلية السليمة خلي بالك من المفارقة دي هو ما قدرش يحارب الخلية المصاب هو خلاص الخلية المصابة ماتت انتهت خلاص تحللت ولكنه منع الميكروب أو الفيروس ده أنه ينتشر في باقي الخلية وطبعه منعته أنه ينتشر وقفته في مكانه ما انتشرش ما تقصرش فبالتالي أنا حميت الخلية السليمة يبقى هو لا يحمل خلية المصابة لكنه حمل خلية إيه؟ الخلية السليمة هو ده الانترفيرون كمواد كيميائية أو نوع من أنواع الإنزيمات والبروتينات اللي بتكونها يبقى نرجع نقول تاني بقى أنتجتها الخلية المصابة لتحس الخلية السليمة المجورة لها على إنتاج إنزيم يعاكس إنزيم النسخ العكسي للفيروس فبالتالي تحد من انتشار هذا الميكروب أو هذا الفيروس في باقي خلية الجسم هي ده المواد الكيميائية اللي ساعدتني على الاستجابة المناعية الانترفيرونات غير متخصصة الخلايا البيضاء الأخرى غير متخصصة المتخصص هو الخلايا اللينفوية بلغة التخصص عشان كده تشغل حجم الربع وأكثر أهمية البلعمية اللي بدأت المناعة أو استجابة المناعة ونهت كمان وبكده نكون وصلنا لختام حلقتنا طبعا كان نفسنا يدخل في الأجسام المضادة لكن الوقت الحلو معاكم بيخلص بسرعة هنبتدي الحلقة القادمة نكمل آخر مراكد كيميائي هو الأجسام المضادة صعدنا بلقائنا معاكم يارب نكون استمتعنا بهذا الباب الرائع اللي بيوري لك قد إيه جيشة الدفاعي قوي ومهم نخصيبكم ونزمن لكم مزيد من التقدم والرقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته